مهم قصر لا معك ولا مع احدا من زملائك ان شاء الله انا لو نتأود نعم انه القصور ما طالبنا هذا الشيء الاول احسنت هذا انه لكن يبقى كل واحد عط كل ذا حق انت بودير تطوير برامج نعم نعم احسنت ورسالتك وصلت رسالتك وصلت يا ابو مسفر وفيه غير مهذل رجل يتكلم في خاطره شيء يظهر اللي يتكلم يتكلم انا اليوم ابي اسمع منكم تفضل ابو مناحي حنا التصريح طلعناه بخيمة حطينا هنا اي اول يوم اي واشكر لدارة على تعاونهم قدمنا الخطاب على طول اطانا تصريح في ساعة وهي بعد فقرة الشيبان معاذقيت التصريح سالت لدارة قالوا ما ندري سالت اخواننا اللي موجدين اللي اشتغلون قالوا ما ندري فانا ابو مناحي ابي اشوف حل الموضوع هذا يعني انجب تصريحك وحطيته في الخيمة ويوم جاء من اللي اصبح اليوم الثاني فقرة الشيبان معاذهم موجود نعم يعني ضيق التصريحك ترى انت من ضمن المحاور ببلغتكم قلت وين وازعوا ما دخلت صح ولا انا انا اسأل عنك عشان الشيدة انا اسأل عنك عشان الشيدة طيب غير وازع انا يا ابو مناحي انا عندي بخصوص التصريح ما تصريح انا قدمت خطاب يا ابو مناحي انه عندنا في البرنامج نظام مقدم خطاب مجيك تصريح قدمت خطاب عند ابو عبدالله ما قصر بي ضلواتي حطيت الخطاب خذ الخطاب ما جاء التصريح عطى اهل الجلسات تصريحهم وانا اهل المتاجر ما عطاننا تصريح ويا كل ما اخرنا نفس على هذا الموال يجينا محمد مناحي ما له الا الظاهر والبين صح ولا لا العمدة يقول انا مالي هذا بينك وين اللي دارها انا اللي علي قدام البيين البيين انا اشوف البيين اللي قدام تصريح ما عندك انا مشكلت كنت معلي دارة انا اللي علي البيين انت قطيت قلنا قطيت احسنت قلت احسنت صح ولا يا ابو معي نعم نعم صحيح انا عتاب بسيط على الاستاذة ومدير تطوير البرامج عبد رحمه عبدالله الكليد بخصوص التصريح اخرنا في جلساتنا وجاءنا خصومات واللي فات فات لكننا نتكلم اليوم واتمنى تصريح تجيني تجي زملائي يكلبوهم اهل المتاجر مهب انا اتكلم باسم اهل المتاجر كلهم عشان ما يطحون في اللي طاح فيه محمد بن مرحم طيب عشان اللي جاء العمدة انت عمدة تنايبوا من احيان انت اطول عمرك انت اخونا التشبير ما القلبون انت اخونا التشبير كلكم اخواني وكلكم اخبار قدروا سن اخواني طيب انت تتكلم ملحم في التصريح زيل التصريح اكترونية وانت تدري وانت شري متجر وبلغوك الادارة ان التصريح اكتروني المتاجر اتكلم على المتاجر اثناء ما تقدم على انك تكون اه صاحي متجر وتطلع تصريحك تصريحك اكتروني متجر ما هو ارض يجيك بصراعيني اي اكتروني انهمت الارض غير والمتجر غير يا اوش ما اسمعها ذا الكلام بالله ابو ابلغي ان تر部分 هل بجينا طي snowfl strive او لما في الجي品 انهمي الان انشاء الله مرضيكم شئ الي داخلتي اليوم لو كم ما فيها خصل ابي اللي في خطركم اظهروا بس كل اينا اذن صاغية هو اللي دارة اذن صاغية وحتى المشاهد يفهم منك ويفهم تفضل وازع علي بس تفضل علي التصريح قالوا ان اسبه اللي راح في فترة سحنا اتعبوا الاسبوع ده ما بتطلحها لكم ما يكيك وازع ولكم بناحية انا تصريح يمثبت من اول يوم انا شوف المحور اللي هنا وازع وازع بس انا ماضي انت تطرقت الان وتكلمت انا ادري ودخلت وقلت لكم وين وازع على شر التصريح بس انا ما بي ما بي اتكلم في امر لعلك بعد ما اطلع انا اتكلمهم وتقول رجل جاء ودل المرة مشت في سمن لكن تصريحي طلعو هنتكلم لجارة انا الان دخلتي دي لو اني بجاعي اني بطبق كان باقول لديك ما لي شغل وانضاع انا لي شغل لي ما جيت مع اي انته جيتهم من احد جيتهم فوق جت مرات جيتهم وقالوا السادة عبدالرحمن هم موجود وفي الكم يوتر بدل فاقر ما نقدر لين يجي السادة عبدالرحمن هوا هنا في القصير بيجي بعد بكرة يومين هذي شو واضح هذي طيب قل ماذا هم حاطوني ورقها بالموجة بالكلام ذا عشان لا جاني الرجال الصبح اقول ذا الكلام اللي حصل منه طيب من احي الخيم يستعملها افضل من فاقرة هنا فنحن ابو ناصر يعلق اليوم التصريح من كي يجي اصح بفاقر لي بعدها اليوم الشيبان اخذها كاش هذا مهب كلام يعلق تصريحه ويحط ويصور تصريحه ويشاف تصريحه ومحله بعدها ما دي الحاجة اعملها اصوره كنان طرح يوم كامل مرة مصوره يوم كامل ايطلع وراه مع شاشة حطه هوق نا لا لا قلت ها ها اتحال الكاميرا قل ايه تصريح عنه انا صوره لا موجوده السلطان اذا متى مد كده يا السلطان ليه انا تناقش جديا حلي لا انا اقول حياتك من فيها جدية لا سيخ انا اقولك لا جدية سلطان كلم لي عن سلطان في حياتك فيه جدية فيه جدية فيه جدية وفيه عمية وكل شي كنت مصدر الله علي فيه فقرة احمد عوض قال اسبوع ده ما بنعطيكم اه على المتاجر اه طلعون الرخصة دي مدريس اسبوع ايه طلعنا من عنده تفاجارا لخاصمية على كل واحد خمسمية يقولون اللي يبغى ذي الرخصة خاصم خمسمية هو وانت بعطينا احمد العوض كلمة تقول ما فيه اسبوع ده اسبوع جاي تبدو لا ما فيه خاصم الفكرة زيادة زيادة تقريبة التصريح خمسمية زيادة بس قال اسبوع ده ما فيه مسموحين قال احمد عوض كلمة لدارة حنا ارفضنا احمد عوض اش قال ارفضنا احنا قلنا ما بناخد المتاجر دام هالنظامك معدتنا ياه من بدري اه جاءوا لدارة قالوا خلاص على كلامه قال خلاص اسبوع ده انتم مسموحين ما فيه تسمعني طيب كلام علي الشامراني تسمعته طيب وش اللي اه اي اي استعدتها تشي وش شي اه خمسمية نقطة صنبولي شاه لا اين طبي طلبتن خمسمية نقطة اي رسوم مصدار تصريح اسم هاته هم جاي بيها طيب اي اي يعني هو الان اخد متجر خمسمية نقطة نقطة حق التصريح هذا في فقرة مستثمر كلام ايه بس او قال معافي لدارة اسبوع ده ما بتطبقه عليكم طبقه اسبوع الجام ايه ما لي قال الكلام احمد العوض احمد العوض احمد العوض ها يقول احمد العوض المقدم قال ابحلقتين كلها وربع عضا الاحد واثنين كلها يقول ازيكين هو يتواصل عيدارة والادارة تقول ما علان منه هذا قرار حبيبي احمد العوض زميل لنا ومقدم سمع الامر كله يرجع على الادارة اه صح واضح شيخ السوق اسمام اذا جاء كلام بالادارة وفخده بمحمل جد ادارة الاستمار طيب ابو ابو مناحي معايش ابو مناحي هذا مقدس مقدم فقرة وسألنا حنا في الفقرة وسألل اربيزه بردرام زي كذا قالت الى اليوم ما اسبوع ذا بدون رسوم شو قال كذا تكفي ابو عبدالله خلاص تمت ابو عبدالله قالنا كذا هو ابو عبدالله كذا ايه يوم طلعنا طلعنا على الوكيشان قال ابو عبدالله طيب جاكم من الكلب نفسه وقالكم عقب الفقرة ايه عقب ما شرينا عقب ما اخذنا ابو دراهم ايوا يقب ما دفعنا دراها في المستاذن جاكم الكلب نفسه بعد الفقرة بعد الفقرة وقالكم اخذين او شرين قال برسوم قال برسوم ما عليكم احنا العوض كله برسوم وقال احنا بكلام غير احنا بأحمد الاغيوادي وقال طيب طيب شو احنا باو الكذب الرجاء من احمد العظم احنا باو كذب الرجاء يا ابو مناحي طيب قلب الاقلة في الكلب طيب شو كلامكم مالا عن ابو مناحي احنا قل للحق الكلب يقول ان ما قلنا للا احمد العظم بدر السوم هو اللي قدع حمل راسه لكني قدعه كامل ادارة ماشية طيب اولا الفقرة المستثمرة بالنقاط هذه والخصمها وكذا بتتداخل هي بعضها لا زين تداخل الموضع في بعضها بيشير بكنا الامر هذا ما اللي يحل فيه يربط احمد العبد الله جاكم اسبوع القادم تلاقشوا معه في الامر هذا تلاقشوا معه في حالة الثانية قول عندنا الاحد والاثنين قالنا كلما الاحد يوم جالتين تلاقشوا معه قال الله ما يلحقكم شيء طيب خلاص تلاقشوا معه إذا جاء إذا جاء إذا جاء إذا جاء الاسبوع القادم الأحد تلاقشوا معه والامر هذا إذا جاء الاسبوع القادم تلاقشوا معه طيب والامر هذا يخص الكليب لذا جاء الكليب تباهمهم معه لابراهم يومين هم جاينا أنا معكم أنا معكم مدابياتي مدابياتي نجيكم مشار مهبوض المبطي المسر دي شوف خطاب شديد الله جاء لك المسر دي